المسلمين الذين يعيش في بلدان غير اسلامية مرة اخرى ايضا اقول لهم بان الاسلام حدد ورسم لهم ضوابط شرعية واحكام واخلاق واداف التعامل مع من يعيشون معه في تلك البلدان في هذا المجال لابد اولا ان نؤكد على المعرفة ان يكون هناك تفقه ان يتفقه المسلم في دينه والدين الذي كما ذكرت حدد طريقة التعامل مع غير المسلم بالتفصيل حتى للمسلم الذي يعيش في بلدان الغربية بالدرجة الاولى علينا ان نتفقه وعلينا ان نتعلم وان نتعرف على الاحكام والضوابط والاداب والاخلاق في هذا المجال هذا اولا ثانيا بعض الفقه ينظر الى العلاقة بين المسلم والدول غير المسلمة ينظر اليها بان هذه العلاقة هي علاقة ايضا المعاهدة لانه عندما يأخذ تأشير الدخول الى دولة مثلا هو اخذ تأشير الدخول الى فرنسا نعم فكأن هذه التأشيرة الدخول هي نوع من العهد نوع من التعاهد نوع من وانسان طبعا المسلم مسؤول عن عهده فنوع من الاتفاق انه يحترم قوانين هذه الدولة يحترم المقررات السائدة في هذه الدولة هذا رأي لبعض الفقهاء ومن الفقهاء الذين يقلون بهذا الرأي مثلا سماحت السيد السستاني ذا مظلوا الشريف ايضا هناك رأي اخر يقول بانه ايضا لا بد ان نحترم قوانين تلك الدول ونحترم المقررات التي تسود في تلك الدول على قاعدة بانه عندما نحن نذهب الى دولة ونعيش في دولة لا يجوز لنا التعدي على اموالهم على اعراضهم على ممتلكاتهم وهذا التعدي هو مخالفة شرعية لانه هذا الامر يحتاج الى اجازة من قبل الحاكم الشرعي هذا الثانية ثالثا ايضا هناك عنوان اخر لابد ان نشير اليه بانه عندما نحن نعيش في دولة غير مسلمة ولا نحترم مقررات لا نحترم القوانين لا نحترم اموالهم نتعدى عليهم بطبيعة الحال هذا سيؤدي الى تشويه صورة الاسلام سيقدم صورة مشوهة عن الدين وعن الاسلام وبالتالي سنكون شينا على الدين وعلى الاسلام وهذا ايضا امر لا يقبل به الدين لا يقبل به الاسلام بل نحن علينا في تلك البلدان ان نقدم الصورة الصورة المضيئة الصورة الصحيحة ان نبين اخلاق الاسلام امانة الاسلام ما نعبر عنه بان المسلم هو امين يؤدي الامانات لا يتعدى على الغير يتعامل مع الغير بالقصد والعدل فنحترم مثلا نحترم الجار والجار له حق علينا وبالتالي علينا نحن ان نقدم صورة مضيئة عن الاسلام على الاقل ان لم نقدم صورة مضيئة لا نقدم الاسلام بشكل مشوه كما للأسف الان يسعى يعني الى هذا الامر اعداء الاسلام من خلال طوريط بعض الطيارات الاسلامية في اعمال اجرامية وفي اعمال وحشية لتشويه صورة الاسلام فاذا على المسلم هناك ان يحترم القوانين مهما امكن خصوصا القوانين التي ترتبط بالنظام العام هنا لابد من احترامها وانا لا يمكن ان يكون هناك نظام عام يحافظ على الحياة ايضا لا يكون هناك تشويه لصورة الاسلام ايضا هذا مهم وبعض الفقاء يرى بانه على المسلم ان يحترم القوانين لانه عندما يدخل الى بلد من خلال تأشير الدخول هذا يعني انه اعطى العهد لهم وكأنه قدم العهد لهم بان يحترم قوانينهم ويحترم قراراتهم ويحترم اموالهم واعراضهم ولا يعتدي على القوانين ولا يعتدي على النفوس وعلى الامر اشتركوا في القناة